ايوصف هذا ضغطي اتقاد الفورماء ملاقي جدا تبعك اللاشقة وتخمال ومازال مزعمتي من حالة ذاك تقول خاصة نتعلم لغة جديدة ومازال ما بديتي وقت ما بغتي تبدأ حاجة جديدة دماغك ما كي عملك دونك خاصة تتجرب بصيام توبامين ما هو الدوبامين ؟ في كل مرة كنا نأكله مأكلات سريعة كتخسر الرجيم يمتبينه او لا كلابو في الفيديو جيمز او لا كندوسوا ساعة طويلة مع انستغرام كيف يفرز دماغنا كمية كبيرة مع هاد الهورمون سميته دوبامين هاد الهورمون كي جعلنا نحسو بالنشوة والفرحة للدرجة الادمان كي جعلنا نعتبر ذيك الانشطة انشطة مفيدة ولا غناء عنها فاش كيتلقى دماغنا اول جور عن الدوبامين كي بغي من جديد المزيد وكي شجعنا على تكارد ذاك النشاط مرة وجوج وثلاثة فكتولي النتيجة هي اننا كنولي مدمينين على اي مصدر ديال الدوبامين وكيولي العيش في الواقع الحقيقي حاجة صعيبة بزاف السؤال اللي كيولي متروح هنا هو شنو الحل كيفاش نتخلص من الادمان لكي خلقوا الدوبامين باش نجاوبوا على هذا السؤال محتاجين نفهمه كثير آلية نقل العصبي للدماغ اولا الدوبامين عام 1985 مجموعة من الباحثين داروا واحد جريبة على عينة من الفيران جريبة كانت هي انهم خضاوا ديك المجموعة من الفيران ودارهم في قفوزة وفي كل قفز كينا واحد البلاكة دي ربح اللعبة من بعد وصلوا الدماغ ديال الفيران مع آلة كتمدهم بجرعات من هرمون دوبامين فكانوا في كل مرة الفارك يقيس او لكي تفاهم على اللعبة يجعلوا الآلة تحقنوا بجرعة صغيرة من دوبامين النتيجة تبينات على انه الفيران ادمانوا اللعبة لدرجة انهم كانوا كيستمروا في اللعب ويمتنوا على الاكل والشرب حتى يضحوا تماما من التعب والارهاق جريبة الثانية كانت على نفس العينة من الفيران ولكن في هذه المرة ما كانت اهلة الدوبامين يعني ما كانت اي حقن بهذه الهرمون فالنتيجة كانت هي انه الفيران جاه واحد العقز غريب لدرجة انها ما كانت تقدر من باتحرك من بلاستها ولو بسنتيمترات قليلة بشتعكل او لا بشتشرب ففقدت القدرة على اي نشاط مع مكان بسيط جميع الانشطة مع مكانت بسيطة فهي كتعطي نسبة من هرمون دوبامين مثلا ابسط حاجة شريب الماء شريب الماء هو نشاط كي جعلنا نفرز جراعات من الدوبامين كتختلف من شخص لشخص المكافئات العشوائية في القمار كتفرز الدوبامين تكشي باش هذا من اكثر الانشطة اللي كتنتج لنام ودمينين انتظار رسالة من شي حد فكل ما كيش اضو مثلا في التليفون كتقلبوه في انتظار وصول ديك الرسالة واخيرا اكثر النشاط كيف يفرز الدوبامين هو تناول الكحول تكشي باش هذا هو الادماء اللي كيحتاج تدخل طيبي باش يتجاوز الوحد من الدوبامين ما اعرف شو شفيتليك سمعتي على الهوميوستازي الهوميوستازي هي واحد الخاصية في الجسم دينا كتخليه يلقى التوازن مرى اي اختلال في التوازن مثلا بحرفش كي يجي كالبرد كي يجي كالبرد فكي جعل الجسم يبدأ يتراعد باش يولد الطاقة الحرارية ويرجع يتدفع يرجع يلقى التوازن من جديد دابا في حالة انه دماغ كفرز كميات كبيرة دوبامين الجسم يعتبر هذه واحد الحالة غير عادية حان خرجع المعلوف فكي بدأ يقلب على التوازن وفق الخاصيات لهوميوستازي هنا جسم يستعمل خاصية اخرى خطيرة جدا وقوية وهي تقود عليها مهما كانت في الأول صعيبة وغريبة يعني مثلا كميتي غارو اليوم جسمك غادي يفرز الدوبامين ويجبو الحال واحد من نسبة غدا هتقود كميه غارو جسمك غادي يجبو الحال وغادي يفرز الدوبامين ولكن ماشي بنفس المقدار فغايجعلك انك تزيد غارو اخر باش تزيد من هذه النشوة والمتعة هنا خاصية التقابل تفرض على جسمك يعتبر في كل مرة هذه الوضعية الجديدة على اساس انها الوضعية العادية ومع مرور السنين تقرس كوحة النهار والتي مد من سجائر بامتهاز وخاف من هذا الشيء كامل ولكن كيف نقوم بتصيام دوبامين او كيف نقوم بتصيام دوبامين ديتوكس صيام دوبامين هو علاج فردي ينصحو بالخبراء مرة كل تلتشهور وكيكون وفقها المجموعة من القوائد كنلتزم بها المدة 24 ساعة مرة كل تلتشهور القاعدة اللولى لا لكل اجهزة الالكترونية يعني ما كناش لفازة ما كنش لعب الالكترونية ما كنش انستغرام الحاجة الوحيدة لكدخلي التليفون كمستقبل الاتصارات من بعد ما تكون تأكدتي انا اقدرتي اوف جميع الطبيقات القاعدة الثانية لا للصحف والكتب والمجلات هنا ما نحتاج نصلكم لاننا اصلا مكان قراش قاعدة الثالثة لا للانترنت اليوم ما غادي تنسى وهذا حاجة اسمتال العالم الافتراضي قاعدة الرابعة لا للموسيقى اليوم ما غادي تنتغير العظامنا نجيل اليوغا مثلا قاعدة الخانسة لا للوجبات سريعة فاليوم ما غادي ناكله غير فتر اكيد النهار غادي يكون صعيب بزاف ولكنت هدف كبير هدفك هو تورامدك الافرازات الضخمة الدوبامين وهنا الملل غادي عاونك فغادي يخليك تدير قاعدة الانشاطة التي كنت تجزع لهم مثلا تلقى رأس تدير المناش تدير سبور بخلاصة كالحاجات ثقيلة تلقى رأس تديرهم بسهولة يكفي انك تصون على الدوبامين تجربوا هذه الخطة لكي تخلقوا دماغكم وترجعوا السيطرة عليهم وإلى نفعتكم نصحوا بعصركم هنا سنقول لكم سعلا وفرسكم ونطلقوا في فيديو جديد شكرا شكرا